أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بالنسبة يقول هذا السائل لتأديب الزوجة كيف يكون ومتى يكون الهجر لها مأجورين الله جل وعلا بيّن هذا في قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبعوهن ويبغو عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا فإذا خشي من نشوز زوجته وهو ارتفاعها عليه وامتناعها من حقوقه فعليه أن يعالجها بالموعظة تذكير بالله ثم الهجر في المضجع حتى ترتدع ثم آخر المراحل أن يضربها ضرباً يؤلمها لكنه لا يضرها نعم ترجمة نانسي قنقر